السلام عليكم شلو نهاركم مبروك نهاركم اسهد ليين وشلو يربي تكونوا في صحة وفي خيرو نعمى الناس يكل وشلو يربي يزيح علينا هالغمه الامه يا رب العالمين اليوم جيدكم فيديو كيم العادة والعواية فهل وقيت نهيري نعديه معاكم مصباح حتي شلع الشيء خليكم معايا وشلو الفيديو تكون هكا خفيف وذريف ونريدكم اهم حاجة هاي نبدأ بسم الله وعلى بركة الله ومننسى وشعاد نصلي وعلى سيدنا صليوا على سيدنا الفوليزي اللهم صليوا وسلم على سيدنا محمد وديما ا اول حاجة قلت ايا فكس باي خل نعمل حوجة هكا على سريع فيسع فيسع عنديك الخبزة اللبناني مشيت حتي تفتيت زبدة هكا في المقلة باش نحط فوق منو زوز عضيميت هكا الخبز هيكا ونحلهم هكا مبعد بالفرشيتة عليهم رشا ملح ورشا في الفلكحال لهني تنجم اضيت اي حاجة اخرى حتى تعملها كي سعندويتش للعشي تزيد السلامي تزيد الجيج معنى كين حبيت تعملها فكرة للعشي عملتها اني معاكم مرة امرو لي المرة هذي بطريقة مختلفة ح حليتك العظيميت في وسطك الخبزة وفي سرحت كمان هيكا باش نزيد نحط لها اجبن ما تزار لها كامير فوق وحتى فما اللي يحب زده فما كسالة ميل امتخن ريحته بنينه لحقيقة نجم تحطه زده في وسطه في فطور الصباح يجيكي شره مع قيوة توا حط خبزة ثانية فوقها باش نقسمهم بعض مثلثات اللهم سال يعني بيت والي خيريت وكل واحد يخذ بريش وقيوة وتريف غل لكن عندك زيدة يشبيت حطها على الطاولة خلي ولدتك تاكل هكا كيكاية بالصحة والفرحة وبنجاحها وتوا كما تعرفوا وقت امتحانات مكثروا ملفاك يفوق التاولة ميساليش حتى تنحيها بالمصروف مشي اشي تريف زوزة اني رني مع الزوزة في الامتحانات من نفكرها كين فل امتحانات نشرك الكديس الحقيقة نقول حتى في الجويب ونحط كيي تريف لوزة ولا تريف زوزة في الجويب نقولها كيكا مخي يقوللي الذكي وكلو مانفع كلو مانفع كيجوع يمدك الكعيب يحطها في فعيمو وشالله ياربي بنجاح وكهو حش اشتركوا في القناة 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 يشبه على نكهة كسكسيب البس باس يسيب نكهة على محليارة ها سيلو هكاكا ما حتيتش برشا نقول و احنا اشتر مغرفة صغيرة لا تكثر الشيسره و حتيتو مع شوية ملح و شوية فلفل وبالنسبة للروز استعملت هذا اوكا مكتوب عليه اروز مفور لهنا عندك زو سخيرات تنجم تعملهم تنجم الروز متاعك تحطوه في صحيفة و تضغم عليه بالماء و الا كما اني حتيتو طول بسارحة معني دي ماقيس صبيت كاس روس دي ماقيس الروز احسن حاجة باش صب فيها مقدار متاعو كاس و نص ماء كين حتيتت ترايف الجيش ولا ترايف الحيمة اكا صغيرة في وسطك الزيت مع البسل تولي كاس الروز علي زوز كاسين ماء باش تطيب الحيمة ولا ترفك الجيش بيه المهم حتيتك الروز توا خليتو جيد ريجة كيكا يتقلى معك البسل وجه البانا امورو مريقلة و توا بش نمرقو حتيت امريره و نص والسلام عليكم نسا نتبق بيه قد قول بق 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 و اني نقص عليه هاو كا دوبا من قيم الغلوة نقص على نار هادية هكا و تخليها للا يتيب في عقل و نصف ساعة بالمونجيلا تلقا كل كعبة واحدها نمشي وتوا باش نعمل في المقلة الثانية باش نعمل اتشيج متاعي اه شديتك ايكا ثلاثة سنينة ثوم قصيته البسل قصيته و رندليتك كبار شوية شوي دينه مش اخشينه باش يبيلو يولونهم بني لاني تحب انتي حرة تحط زيت تحط زبدة في المقلة تشتهيه لاني تقلي فيهم شوية و نفس الاخطاء اللي متاع الكروينة معناها الكبيرة تغطي بها زداء المقلة متاعك ما تحير مانيه خطر هي في الاصل المقلة بليش اخطاء اما الكروينة الكبيرة جيت قدها قد قد بحطيت الهنيك السكالوب متاع حتيته توبش يتقلق خليه الساعي يتبال شوية ويني راني ما حتيت السكالوب كان ما بدي يحمر شوية راهو لبسل خطر هي البنة الكل يمكن لبسل يولي لونه وكا غمق شوية بهلي هني بدي ترش في شوية ملح شوية فلفل فوق الجيش ونقلي هكا شوية شوية تعمل علي جوهات هذي حق الوصفة اراني عملتها معاكم اني هني نسيتها وانتو تفكرتها واني نعمل فيها مشيش تقول شوية تعاود هذي كهية بارتي شوية نعمل على غالب وصارت موت عليها نقط شيني ما نسور لكم حتى شاي اما هني اجبت لكم عدا حوجة اخرى تدل الجو شوي لها أما بد ни يجأ غلق شو ما نعمل ؟ نعمل رش� الحباق هومن دي ما نقول انيلك قسمها له información في الاعادةاذه افادة شاكر رشد الحباق بتكليWind حكرا اهمي أريد اهمي تفكر امي تراحجها في اي سوس اوبا بدل عليا كان الولادي يحبوه ويموتو عليها الاكلة هذي اكا هو حسيري باش نصبك الحكاكة في وسطها توا ونخليها بقبيقة صغيرة نهارة بقبيقة ونخليها على روحها اكي على نار هادية ماذا بيك متطيب هاش برشال الكلم فليش خطر تشيح وليتولي لونة زيدة مش مزيق بصراح اكا دوما ما تخلطها مع كل الخليطة هذي كاوكا هاو اوكلة الشبابة هذي اوكلة سريعة وفي لبس الوقت يحبوها برش اكا هاو حسلو هذي ساية كماليها نشوفو عد الروز متاعنا وينوصل وكل واحد يخو ترايف روز و ترايف سوس ومع هكا ترايف اسكالوب بالنسبة للروز كيما شفتو ماذا بيكم تعمو ديما المعون هذي بحويجا لوح ميني لحقيقة ما عنديش فرشيتا لوح يزن بالفرشيتا يتحرك كيما هكا تحركوا بشوية 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 جس اي مش مريكم معناها انو الحمدول اللي معناها ما شاء الله هكا الروز كل كعبة وحتى شوفو محليه وريحة متاعو محليها محليها باكل بس باس شوفو معناها حتى ملقار متاعو ما شاء الله وتولبنات اهم حاجة باد ما تكملوا ادخلتو هكا وتحركوه شوية بالفرشيتا سكر عليه لغتا وخليها كي يدوب الليش محلول عليه دوب الليش بش ميعجنش وقدو بشوية محلول وهذا فطورنا سيحذر كل واحدة نعبيلو كاسحينو ترايف روزو معها ترايف اسكالوكو سوسو وذي كان لبنت الدويدة كيما قتلكم حذرتها لليل مع الحمالوش وبش نعمل معوهم كيما قتلكم فتائرها كي يخطر شوية هكا شربا وحدها كي يجوعو هنا نعمل معوهم هالفتائر اللي بشو تشوفوهم توا قمة فالروع وفاللهجينة هالمرة اليومة اليومة شيخة حاطر كي تبدأ حوجة سهلة لبنت وتجيك ابنينة يوخيني محليها تبدأ نحبكم اليومة تجربوها املوها للاحشي ميسيلش وتنجمو تعملوها بزوست ورقب شو نقول لكم عليها المهم ان شاء الله هجبتكم ادبارة متاع اليومة كيما شفتوها سهلة ومشيوا نمدوا بكراسة وسيلو ونقيدوا الرسات الرسات المزيانة اول حاجة اسمت كعبة بطاطا شفتوها كالكيبت البطاطا خليتها تتفى شوية المي بتاع البطاطا اليومة بش نستعملوه في العجين اللي هو قياسه 200 ميليلتر كيس كيس العادي اللي انتي تشوفيه المي بش متقودش حاير منش نجيب القياس فما اكل ما عنديش ميزين انا سب الكيس المي العادي متاعك مي البطاطا معنيه مش مي سخونه يجب يكون مي دافي خطر بش نستعمل اليومة خميرة الخبس حتيت عظيمة في وسطك المي كان حتيت عادي المي سخون ميك العظيمة الطيبة ولي عاد وقتها عظمة مصموطة غاتي وحط يا للا مغارفة كبيرة خميرة خبس وإلا عشرة جراميات ولا كلبك والخميرة متاع العادي متاع تونس سب وغادي كياتو يا للا غادي وخلط يا للي تخلط مزيلت رهين مكوناتها قيدوها وكها وتقعدلكم بطبيعة بش نزيدو مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة اليومة بش نحط سكر مغرفة صغيرة يزين على خاطر اليومة الماء بتاع البطاطا ما كنتش نتصورو بش يعمل هاك الهشاشة دي كالكل بصراح المواب عاي خلط ناشي هالمكونات اذي عندك ثمانين جرام زبدة وإلا حط مغرفة كبيرة مليينة ومعها شوية زبدة بحرارة الغرفة تبدأ رطبة وإلا كان انتي حبيت الذوابها ذوابها راه حتك تبدأ ذيبة به إما إني رهي رطبة مش نكمل نعجينها بعد بداياتي شفتوا المقادير قدش سهلة معني حتينا ميتين مليلتر متاع البطاطا الدافي عليها عظيمة عليها مغرفة صغيرة ملح مغرفة صغيرة سكة وحطينا زيدا ثمانين جرام زبدة ذيبة معنيها بحرارة الغرفة تكون مستحسن وكل باكو الأخميرة كيما قدت لكم تولي بنيت مش نبتن صب وخيتك في الفيرينة وصب يلي تصب لي ان تحصلوا على عجينة اقياسها بالضبط بالضبط 500 جرام حقيقة انتي ونوعية الفيرينة بالك تسحق ل450 500 ماني استحقت لي 500 جرام فيرينة قعدت نصب ونخلط بداياتي نتحصل على عجينة رطبة مزينة ومتمسكة مش كي رطبة رطبة ما عاديها تنوريكم قويبها بعد ما نكمل وخيتك حسلوا هذي عجينة بالحقها كيما شفتوها بفيهش بارش مكونات مكوناتها معنيها ان شاء الله يربي تبدو ديما موجودة في كل دويرة وشيخ روحك تعملها مقلية اعملها يوخيتي في الفور تبراسك انتيش تشتي اعم بهي حسلوا لاني قعدت وخيتك اللمفك العجينة اعرك يلي تعرك تحب العركي نفتيتها خطر اي حاجة فيها خميرة الخبز تحب بك شوية بنيت اعرك يلي تعرك حسلوا مهم حاجة تغطيها كيما نهاكية وخليها يلي تخمر وبعد رجع لها بعد 4 ساعة بالنسبة للحشوة ديما نقول لاني الحشوة اختيارية مني اليوم اكل كعبة البتاتا اللي اسمات نابش اللوحوها مون نرفسوها عادو نزيدولها شوية ماتوس شوية بسل شوية زيتون شوية كبة شوية تن كان عندك اكيد وعمل زيت عطيمات مسموتة مشيتك هي برشها محاطيتهم ولي زيدي بانانها شوية جبن كان عندك حط يا للا اللي عندك موجود شايخهم وكالاوليدات وفرحوا وفرح قلوبكم ان شاء الله يحبوا ويحبوهم الحاجة هيدو مصغار حسلوا هذي هي الحشوة تزدت لها كيارشة في الفلك حلفتها ملح وهذه عجينتي يا للا اللهم سل يعني بي اه شخة عليها وهي مبام بي هكا ومفوخ عليها ايه وقته نفرح بالعجينة مل باتاتا اعطاها مفعول مزين بي نحي منها لهوي اكيد اه طوا بش نخرجها نحطها على لوجة ونبدأ وخيتك نقسموها كيارات والشكل اللي تحبوا لهنا في العجينة انتي حرة لحقيقة اني عملت كيما الشكل العادي كيما شفتوه معناه في الصورة اه وتنجم لهنا تتفنن في العجينة بتاعك تحب تعمل اي شكل بتشهي اعملو والله اني جيتني هي اه خفيفة نو مقطنة من الداخل حسينو اسمها من الاخر من الاخر كي تجربها ارجع لي وقليك فجيتك وكا هون بالاخر لو نقول لك مني شبش نوصف هيلك معليها خدر بالحق جيتها شيشة وبنينا وتنجم كيما قلتلكم اعملوا نفس الطريقة اعملوها في الفور اني عملتها اه مقلية نحبها مقلية بسارة حال ابنت حبيتها هكيكا وكل مرة نبدلو مرة نعملوها مقلية مرة نعملوها في الفور جيت تشرح حتي تفتيت تفارينة خطر كيما شفتوها العجينة تتلسق وما حبيتش نخليها تخمر مرة اخرى هي من العادي متاحها بعد ما تكورها اتغطيها وتخليها تخمر ايني لحقيقة لابنت استعملتها طول او بش نبدا معكم ساري حنجم نقول لك خليها تخمر بش كي تبدا مرتاحة اكثر زيد تعتيك اكثر هاشاشة حسينو كلك اي بحليتها هكا كيما الشكل الدائري حتيت الحشوة متاعي وكتو بش نسكرها هكا في الوسط وبعد نقليها في الزيت اه كهو وهي الوصفة متعنا اليوم حاضرة شرايكم فيها اللي بنيت عجبتكو عايتا ومشي نقل نقليهم ونحطهم هكا يتسقطرهم الزيت وكيف يقبلون وليكم هكا شكلهم من دخل محليه اشتركوا في القناة 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 اعيزي في هالبركة توا كما نمسح للك ويجنا نظفنا الدويرة مبقا كنك الكويستي عمك الكستي اللي بشي يعادل المزاق توا ونقعد وهكا في الفيراندا نشمو هو ربي هو الكراهب ونقعد وترايف وكا هوا مد اسويقاتي ونعمل منتاج الفيديو متاعي اللي قاعد نشوفو فيه توا حسيلو مبقا كن نشكركم ربي يحفظكم وربي يرزقكم من الوقت الطيب ونشكركم بالحق من كل القلبي بتجيعاتكم تاليقاتكم لحلو كليمكم لعسل هذيك هولي شجعني نقول نعم الفيديو لبنياتي نعم الفيديو لوليداتي انشاء الله يا ربي يعز مقداركم نحبكم قد منتو ما تحبوني زيدا بركة الله فيكم وكا هوا يزي فيها البركة نخليكم في ذمينة ربي في حظو وانشاء الله يا ربي نتقابلوا في فيديو جديد انشاء الله سليما باي باي اشتركوا في القناة